مكنات قوات الشرطة لفرقتي مكافحة المخدرات والبحث والتدخل بالمصلحة الولئية للشرطة القضائية بأمن ولاية بشار من توقيف مجموعة من الأشخاص المشتبه فيهم في قضايا متفرقة تتعلق بالمتاجرة في المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية مع حدز كمية إجمالية منها قدرت بـ 1028 قرص من مختلف الأنواع العمليات هذه تمت مع نهاية الأسبوع المنصر من خلال استغلال معلومات تفيد بمحاولات ترويج مؤثرات عقلية وبالتنسيق مع سيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار تم تنفيذ أذونات بالتفتيش ليتم توقيف ست مشتبه فيهم وحدز كمية المؤثرات العقلية على مراحل متفرقة